اشتركوا في القناة بس اسود على اخوة شا اللي طلب من اخته تستنى دقيقة وهيرجع يكلمها تاني لكن المفاجأة للشخص الملسم ده بيخلص على اخوة شا وبياخد التليفون ويقفل المكالمة بعد كده بترجع اتشال للمدرسة وبتروح مسابقة الرمية اللي قدرت تكسب فيها المركز الاول وبعد ما بيخلص يومها في المدرسة حاول التتواصل مع اخوها لكن ما قدرتش توصله وده اللي قلقها جدا وبنتعرف على هيون اللي بيكون شغال في نادي البولنج علشان يقدر يتعلم ويعالج والدته وبالليل راح يون للمستشفى علشان يتطمن على والدته لكن وهو راجع عمل حدثة في الطريق وتسرق المتسكل بتاعه وتاني يوم الصبح راح تتشاء علشان تسأل عن اخوها في المدرسة بتاعته وهناك عرفت من زميله انه ميت وده اللي ما كانتش تشام صدقه وانهرت بالمعنى الحرفي وشوية ووصلت لعزة اخوها واللي كان عايش مع عائلة مختلفة لانه يتيم الاب والام هو وتشاء اللي استغربت من كلام العيلة اللي كان اخوها عايش معاهم لانهم كانوا فاكرين ان اخوها عمل خطيئة جبيرة علشان كده قرر يخلص على نفسه وده اللي خلت شاء تقرر تروح البوليس علشان تقولهم ان اخوها في حد خلص عليه لكن المحققة كانت شايفة ان كلام تشاء مفيش عليه اي دليل وان العيلة اللي اخوها كان عايش معاها وفقت على نتيجة التحقيق والموضوع اتقفل على كده وتاني يوم رجع هيون لشغله من تاني بعد ما خرج من المستشفى اما تشاء فقررت انها تستقر في مدينة سول وده اللي زعل صديقتها قريم جدا لانها شايفة ان قررت تشاء متسرع خصوصا انهم دخلين على مسابقة كبيرة ومحتاجين تركيز فكان رد تشاء عليها بان عندها اسبابها الخاصة وبالفعل سفرت على سيول وبالليل بيتفاجئ هيون ان الموتسيكل بتاعه اللي تسرق منه وقت الحادثة معروض للبيع وعبال ما وصل للمكان اللي فيه الموتسيكل كانت تشاء سبقيته واشتريته من الشخص اللي سرقه من هيون واللي طلب من تشاء ترجع له الموتسيكل بتاعه فقالت له تشاء والله ما وقتك يا سكر خالص وقامت سايبه ومشي وبالصدفة البحثة جدا طبعا بتقرر تشاء انها تنقل نفسها للمدرسة اللي كان فيها اخوها علشان تقدر تكون قريبة من القاتل وتعرفه وساعيتها قابلها هيون الصبح وهو في طريقه للمدرسة وبسببه خبطت تشاف صندوق الزبالة وهدومها تبهدلتها على اخر بس هيون طلع راجل عنده مبدأ وقام واقف معاها وهي بتحاول تنظف هدومها واللي تقريبا ما رديتش تنظف علشان مش بتستخدم فانش بخمسة جنيه ورمت كلام مدام فيفي في القرن المهم ان هيون قبل ما يمشي قد تشاء الجاكت بتاعه كانوا من الجنتالة وكذا وهوب اول ما بتوصل تشال مدرسة وبتشوفها البنية تلبسها جاكت هيون بيعملوا عليها الحفلة ومن هنا بتبدأ الاشاعات والموضوع بقى كبر قوي لما المدرس سأل هيون على الجاكت بتاعه وقامت تشاب كل برقة وقالت له اصلا معيها يا استيس وطبعا دا اللي عصب زملتهم جدا ووضح كده والله اعلم ان يعناها من هيون اصلاها بست لتشاب اعرف برضه اول ما دخلت الفصل وفي وقت الغدى بتعرف تشاب من زملتها ان اخوها كان مرتبط ببنت اسمها هونج وطبعا تشاب ما كانت شقيلة لأي حد انها اخت التلميذ اللي ماك وبعد انتهاء اليوم الدراسي قدرت تشاب جيب رقم هونجة علشان تتواصل معها لكن الغريب انها لما رنت على الرقم موبايل هيون هو لرن وده اللي خلت تشاب تمشي وراه علشان تعرف قصته ايه وفي المستشفى سمعت تشاب دكتور وهو بيقول لهيون انه عنده ورم خطير في الدماغ وفي اخر مراحله وكمان ما ينفعش ليه اي دواء او علاج ويمكن يعيش سنبل كتير وتاني يوم في المدرسة دخلت تشاب الفصل اللي كان فيه اخوها قبل ما يموت وفي عز ما كانت بتتكر تفاصيل اخر مكالمة بينهم لقت تشا هيون في وشها وعرفت منه انه هو اللي شاف اخوها وهو بيقع وبلغ البوليس ولما سألته تشا عن سبب وجوده في المكان ده دلوقتي قال لها هيون انه افتقر الحدثة بالصدفة مع انه ما كانش قريب من اخوها وبعد المدرسة راح هيون للمستشفى وهناك قاله الدكتور ان قرار العملية مش صحيح ولازم ياخد ادوية توقف نموه علشان قلم ويقل وعرفه كمان ان الاعراض الجانبية هتبدأ تظهر عليه زي عراض الهوس او الجبن الحد او حتى العنف الحد اما تشا فطلب منها المدرب بتاعها ان زميلها جاي يكون تحت تدريبها في الرماية اكملناها حريفة وكده وساعتها بتعرف تشا من زميلها بالليل ان جاي حصلت له حدثة من سنة وكان في غيبوبة لشهور وكمان فقط ذاكرته علشان كده طلب زميل تشا منها تكون متهونة مع جاي في التدريب وعند البيت بتتفاجئ تشا بهيون قدامها وساعتها قالها هيون انه عارف انها اتصلت على رقم هونج واستغربت ان تليفونها كان معاه وعرفها ان هونج هي اللي ادك لتليفونها بس مش هيقدر يقول لها الاسباب علشان كده طلبت تشا من هيون انه يقول لهونج انها عايزت قابلها وتاني يوم الصبح بدأ هيون يحس باعراض التعف في الفصل وده اللي خليه سيب الحصة ويخرج وساعتها راحت تشا وراه علشان تطمن عليه لكنهم اكتشفوا ان زميلتهم سون مرمية في الحمام وبتكون خلصت على نفسها بسبب ان زميلها حاولي ازيها بعد كده وصل البريس للمدرسة وهناك شافت المحققة تشا وعرفت انها نفس البنت اللي كانت عايزة تعمل بلاغ عن موت اخوها ولما استدعى البريس هيون واتشا علشان يحققوا معاهم في اللي حصل مع زميلتهم قالت المحققة لتشا انها بتتمنى تكون اتنقلت المدرسة اللي كان اخوها فيها بشكل عادي وما يكونش وراها اي اسباب تانية ممكن تعمل لها مشاكل في المستقبل فكان ردتشا عليها ان المشكلة الحقيقية فعلا ان البوليس محققش كويس في موت اخوها ولقال جاني وانها تعرف تلاقيه بطريقتها بدون ما تتعدى القانون بعد كده رجعت تشا على المدرسة وهناك لقت رسالة من هونج بتقول لها فيها انها هتقابلها بالليل ولما وصلت تشا لمكان المقابلة لقيت واحدة تانية خالص وبتكون زميلتها شي لكن تشا كانت عارفة شكل هونج لانها شافت صورتها مع اخوها وساعتها قالت لشي انها مش هونج اللي بتدور عليها فردت عليها شي وقالت لها من الافضل تبطل تدور على هونج علشان مش هيحصل لها كويس ولو عايزة تعرف حاجة عن الولد اللي خلص على نفسه تقابل سو لان دي اللي هتفيدها مش هونج وبالليل بتقابل تشا سو واللي بتعرف منها اللي عمرها ما كانت تتخيله عن اخوها وقالت لها سو ان اخوها كان شخص سيء وبيستغل اسرار غيره علشان يقايدهم بيها وان موته كان راحة لناس كتير قوي وده اللي صدمت شا حرفيا واعتزرت لسو نيابة عن اخوها وطلبت منها انها تسامحه بعد كده راحت شي علشان تزور صنف المستشفى لانها تعرضت زيها للتنمر في المدرسة وده اللي خليها تطلب من هيون انهم لازم يجيبوا حق شي من الطالب اللي تعد عليها وبالفعل راح هيون للطالب وفضل يضرب فيه بشكل عنيد جدا لحد ما كسر له رجله ولما خرج من البيت لقت شاف طريقه ولما بصت تشا على الكوتش بتاعه شافت الدم اللي عليه لكنها تجهلت كل ده وستقلته على طريق عايزة تروحه وبعدها سبته ومشيت وتاني يوم الصبح راحت تشا تزور قبر اخوها وهناك لقت هيون بيزور قبر شخص ميت اسمه مين ولما شافها هيون وعارف منها انها اخت الطالب اللي ميت ساعتها طالبت منه تشا ما يقولش لأي حد عن علاقتها بالطالب اللي ميت لانها عايزة تعرف كل حاجة عن اخوها وتكشف القاتل وده اللي خلي هيون يحكي لها عن مين اللي كان بيزور قبره وانه اخوه بسبب تعرضه للازية من زميله قرر يخلص على نفسه ولما والدته شافته انهارت ومن ساعتها وهي في المستشفى مش قادرة تمشي على رجلها وفي المدرسة رجع الطالب اللي اعتدى على زملته ولكن المرضي وهو على كرسي بعجل وسحب الملف بتاعه علشان يمشي خلص من المدرسة وطبعا ده اللي فرح كل زميله لانهم اخيرا هيتخلصوا منه ومن شره وبعد المدرسة راحت زميلة تسون لها في المستشفى ووريتها الفيديو اللي صورته للشخص اللي تعد عليه علشان تفرحها وتشجعها ترجع من تاني للمدرسة اللي وصل فيها المحاققين علشان يحققوا في اللي حصل مع الطالب اللي اتكسرت رجله وعن طريق كاميرات المرأبة قدرت المحاققة تشوف طالبة رجبة متسكي كانت وقفة جانب موقع الحادثة وعرفت انها تشا اللي لما عرفت من زميلها من المحاققين كانوا في المدرسة افتكرت على طول هيون في اليوم ده والكوتش بتاعه اللي كان عليه دم علشان كده راحت تشا بصر على بيت هيون وقدرت تاخد الكوتش اللي عليه دم وتمشي من غير ما يشوفها وفي الطريق لقت تشا المحاققة في وشها وطلبت منها تتكلم معيها وساعتها ورت المحاققة لتشا مقطع الفيديو اللي ظهرت فيه جنب مكان الحادثة وطلبت منها توضح لها ليه وقفت فجأة وكانت بتتكلم مع مين لان الشخص اللي كانت بتكلمه ما كانش ظهر في الكاميرا فقدت لها تشا ان هيون اللي كان واقف هناك يوم الحادثة ولما راحت المحاققة وقبلت هيون ما قدرتش تاخد منه اي معلومة لكن لفت نظرها الكوتش اللي كان لابسه عليه بقع الدم وتاني يوم في المدرسة لقت تشا بالدولاب بتاعها ورقة مكتوب فيها لو عايزة تعرفي الحقيقة قابليني في المسرح ولما وصلت تشا لهناك ظهر شخص ملسى مضربها على دماغها وخد منها الموبايل ولما فقت تشا لقت نفسها في المستشفى ومعها زميلها اللي افتكر انه قغم عليها علشان كده نقالها للمستشفى بعد كده انتشرت صور مش لطيفة لجي بين الطلاب وساعتها قالت واحدة لجي ان الصور دي اتبعتت لها من تشا واللي اول ما شافتها جي ادتها حتة قلم وقبل ما تاخد تشا تاني وصل هيون وقام بصص لجي بصت اسد وخد تشا وميشيو واستزهول من الجميع ولما خرجوا برا المدرسة طلب هيون من تشا انها هترجع مدرستها القديمة علشان اللي جاي هيكون ظلم جدا بالنسبة لها وده اللي ما فهمتهش تشا وما كانتش عارفة هيون يقصد ايه بكلامه ده لكنها افتكرت وقت ما الشخص الملسم ضربه على رأسها واحتمال كبير يكون هو اللي بعث الصورة من موبايلها للبنات في المدرسة ووقت الغداء شاف هيون تشا وهي بتتغدى مع جاي وكان واضح عليه الديق جدا لدرجة ان جي خدت بالها وكانتها تطق من الغيز وده اللي خلاها بالليل تروح هي وشوية بنات يرينه تشا عالقة وساعتها شافهم هيون ونزل بسرعة علشان يلحق تشا واللي اول ما شافته ثابته ومشيت من غير ولا كلمة وفي الطريق لقت تشا صور مش لطيفة لها محطوطة على الحيطان انتقاما منها وفي وقت ما كانت تشا بتشيل كل الصور بسرعة طال علىها صاحب البيت وقال لها تلم حاجتها لانها مش هينفع تفزل قعدة في البيت بعد كده وده اللي خلا هيون يعرض عليها تيجي تنام في بيته ونزل وتعشه مع بعضه كمان كله آيس كريم والصبح كل ما تشا تفتح دولبها في المدرسة تلاقي ورقة مكتوب فيها قبليني في المسرح لكنها المرة دي محطتش الموضوع في دمخها أصلا ولكنها شافت حاجة لكن وقت ما كانت في الندوة اتعرض فجأة فيديو الأخوة وهو مرمي على الأرض وقت موته وكأن الشخص ده بيبعت رسالة غير مباشرة لتشا علشان يدمرها نفسيا والفيديو وصل للبوليس وساعتها أمر رئيس النيابة بتحقق في موت الولد اللي ميت لأنهم تأكدوا ساعتها أن الموضوع ما كانش حكاية أنه خلص على نفسه وأن في حد وراء الموضوع ده ولما رجلت تشا بالليل على البيت حاول هيون أنه يهون عليها لكن تشا كانت متماسكة جدا قدامه وبيانت أنها كويسة رغم أن ده عكس اللي كانت بتحس به بعد كده راح جاي يقابل أخو جي بعد ما عرف عن طريق الكاميرات أنه هو اللي كان في المسرح وضرب تشا على دمخها ومن تليفونها بعد صور أخته بشكل مش لطيف لكل زميلها وكل ده علشان بس انتقاما من تشا لأنها بتصير غضبه وعايزها تمشي من المدرسة وده اللي خلى جاي يحذره أنه يقرب من تشا مرة تانية ولا يأذيها لأن ساعتها يفضح سره للكل لكن قبل ما جاي يمشي قاله أخو جي أن تشا تبقى أخت زميلهم اللي مات وتاني يوم في المدرسة لقت تشا ورقة في دولابها مكتوب عليها لو عايزوا تعرفي الحقيقة قابليني في نادي الرماية اللي لما وصلت تشا فيه لقت قدامها جاي في اللحظة دي استغربت تشا جدا وقالت لجاي أنت اللي بعتلي رسالة فقال لها جاي أنه جاي هنا برضو لأنه تبعت له رسالة وفجأة بيظهر شخص متخفي وبيهرب بسرعة قبل ما يمسكوه بعد كده استدعت المحاققة تشا واعتذرت لها أنهم ما صدقوش كلامها من الأول وعرفتها أنهم هيبذولوا جهدهم علشان يلاقوا القاتل ومن بعدها حقق البوليس مع أكتر من طالب ومن ضمنهم هيون واللي راح في نص اليوم يزور والدته في المستشفى وكان حزين جدا وهو عارف أنه كلها أيام ويفارق الحياة وتفضل أمه لوحدها في الدنيا من غير معين لها أما تشا فاتصرت بيها العيلة اللي كانت متبني أخوها بعد ما عرفه أنه هو ما خلصش على نفسه ودوها الشنطة بتاعته واللي كانت مقفولة من فترة ومحدش يعرف جواها إيه ولما فتحت تشا الشنطة لقيت فيها صورها هي وأخوها وهم صغيرين وشوية من لعبه فكانت فرحانة جدا وهي بتلمس ذكرياته والصبح راح تتشا للمطعم اللي كان أخوها متعود يروح له وهناك قبلت صديق أخوها واللي قال لها عكس كل الكلام اللي كان بيتقال عن أخوها خصوصا لما عرفت منه أنه أخوها أنقذه من التنمر وكان بيدافع عنه لكن المفاجأة لما راح صديق أخو تشا ليها تاني يوم وقال لها أنه هو اللي كان بيسيب لها الورقة في الدوليب وأنه كمان اللي عرض فيديو موت أخوها في الندوة علشان الشرطة تعرف أنها جريمة مش انتحار لأنه بالصدفة صور فيديو لأخوها وهو بيكلمها لأنه كان صديقه المفضل ولما سمعت تشاو الكلام ده سألت صديق أخوها إذا كان شاكك في حد ساعتها قال لها أنه بيشك في هيون فسألتها تشاو عن سبب شكه في هيون بالذات وكان رده عليها أنه شاف القتل وكان لبس نفس الكوتش بتاع هيون بعد كده بيتصرب خبر أن تشاو الولد اللي تقتل أخويت وكل المدرسة عرفت وساعتها راحت جي علشان تدايق تشاو كالعادة لكن تشاو في الوقت ده ما كانتش بخير خالص وقامت ماسكا جي ومخلصة فيها القديم والجديد وبعد انتهي اليوم الدراسي عرفت تشاو من زملتها أن أخو جي كان مسيطر على أخوها وبيهدده وكان بيخليه يعمل حاجات مش تمام في حق زميله وده اللي خلت تشاو تروح لصديق أخوها وتسأله على اللي كان بين أخوها وأخو جي لكن ما قدرتش يتوصل لأي حاجة بعد كده قال أخو جي لتشاو في المدرسة أن والده هيعمل لها مشاكل كتير بسبب اللي هي عملته في جي وعرفها أنه هيوقف معها وكمان هيدور معها على اللي قتل أخوها كنوع من الاعتذار لأنه غلط في حق أخوها زمان في نفس الوقت الشاكي كان دخل قلب المحققة من ناحية هيون ولما راح تفتش الدوليب بتاعه ملقتش فيه أي حاجة تكون دليل عليه وده اللي خلت تشاو تسيب ورقة لهيون وتطلب منه يحصلها على بوسان وهناك راح هيون وقبلت شاف مغزن وفجأة لقاها صوبت علي مسدس في اللحظة دي قال لها هيون أنه ما قتلش أخوها ولازم تصدقه لكن تشاو كانت مقتنعا أن هيون هو بس القاتل وبالفعل ضربته تشاو برصاصة لكن الرصاصة جرحت يده بس ساعتها قال لها هيون أنه آه كانت سبب في اللي حصل للولد اللي تعد على زميلتهم لكن ملوش أي علاقة باللي حصل لأخوها خالص في اللحظة دي جرى هيون على تشاو وخد منها المسدس وقال لها لو فعلا ما صدق أني عملت كده أنا هموت نفسي حيلا لكي المفاجأة أن رقم أخوة تشاو رن عليها يعني كده تليفون أخوها مش مع هيون ولقيت الشخص تاني وبعدها رقم التليفون اتقفل وكأن الشخص ده كان بيبعت لتشار سيلا بأن اللي قتل أخوها مش هيون أو يمكن العكس قد نها نشوف بعد كده رحت تشاو واشتري تشيرت جديد لهيون وكمان علجت جرحه وتصوره صورة للذكرى وما محبة لبعض عداوة وقالت تشاو لهيون أن اللي خلاها ترك فيه أكتر أخو جي لأنه عارف لما زار والده في مركز الشرطة أن القتل كان لابس شنطة صودة وفي نفس شكله بالزب وتاني يوم الصبح حساب هيون تشاو علشان يرجع على سيول لكنه تعف في المحطة وأغم عليه ولما رجعت تشاو على المدرسة قبلتها المحققة وقلت لها لو وصلت لأي حاجة يريد تتواصل معيهم وكالعادة قطمتها تشاو وقالت لها ما هي الشرطة لو كانت شايفة شغلها صحة من الأول ما كناش وصلنا للليحنا فيه ده دي لو كانت عندنا كانوا زمانهم عملوا منها كفتة بعد كده راح جاي علشان يائبل تشاو وساعتها اكتشف أنها عايشة مع هيون في نفس المكان وشوية وبتوصل جي ولما بتعرف يا كمان إن تشاو سكنة مع هيون كانت بتطلع نار من عينيها علشان كده انتقامها كان حاجة تانية خالص وفكت الفرامل من الموتسيكل بتاعة تشاو واللي كانت خلاصها تروح فيها الأولى دخلت نفسها في كمشنط علشان تنقذ نفسها ولما راحت لورشة التصليح ولما رجع هيون على البيت مرضاش يقول لتشاو إنه كان مريضه في المستشفى وعرفها إنه استخبى يومين بعيد عن البوليس لأنه مشتبع فيه وبالليل راح هيون مع تشال عيد ميلاد صديقتهم والشلة كلها تجمعت وهناك وصل جاي ومعاه أخو جي اللي بسبب رنت تليفونه وعارف هيون إنه كان نفس الشخص اللي سمع رنت تليفونه وهم في بصان وقت ما تشال رنت على رقم أخوها ولما عرفت تشال الكلام ده كانت عايزة تروح لأخو جي وتعرف منه الحكاية لكن هيون منعها وقال لها لازم يتأكده الأول قبل ما يعمله أي خطوة بعد كده بنعرف إن روباط الكتش الأحمر بتاع هيون بيكون روباط جزمة والدته وبما إنها مش بتقدر تمشي قرر هيون يحط الرباط في الكتش بتاعه علشان يحس إن والدته هي اللي ماشي على الأرض والصبح قده هيون روباط لتشا كهدية علشان يعبر لها عن غلوتها وكده وده اللي فرح تشا جدا وحطت الرباط في الكتش بتاعها وراحت بيه المدرسة والفرحة مش سيعيها وبالليل راح صديق أخو تشا ورا هيون وكان عايز يقتله علشان ينتقم لصاحبه لكن هيون قدر يتغلب عليه وخده معاه على البيت وهناك فهمته تشا الموضوع وإن هيون ملوش أي علاقة بموت أخوها أما الناحية التانية فراح المحقق لوالد أخو جي وعرفوا إن كاميرات المرأبة موضحة إن ابنه كان في مصرح الجريمة يوم الحادثة وده اللي خلى والد جي يطلب من المحقق إن يخلي الموضوع ده سر بينهم لحد ما يحقق بنفسه مع ابنه ولما عرفت المحققة باللي حصل هزقت المحقق واتهمته إن بيجري ورا مصالحه الشخصية وقالت له إنه ما كانش ينفع يقول معلومات زي دي لوالد المشتبه فيه حتى لو كان رئيسهم المباشر وقامت ضربة كمان وده اللي خلى المحققة تروح بسرعة وتعتقل أخو جي علشان تمنع أي تزييف ممكن يخسر في القضية بعد كده اتصلت المستشفى على هيون وعرفوه إنه والدته في حالة خطيرة وقلبها وقف وإنها حاليا عيشة على أجهزة الإنعاش ودي مكلفة جدا لكن هيون رفض إنه والدته اتشال من عليها الأجهزة وقال للدكتور إنه هيعمل كل جهده علشان يوفر المصاريف وما كانش قدام هيون إلا إنه يقبل بعرض والد سون اللي طلب من صديقة هيون تقنعه علشان يخلص خالص على الولد اللي اعتدى على بنته مقابل مبلغ ميلي لكن أخو جي كان سابق هيون بخطوة وهو اللي قدر يوقعه في الشبكة علشان يصوره صوته صورة ويكون معادة ليل إن هيون لقتل ويخرج منها هو وبنرجع فلاشباك قبل اليوم ده وقت ما كان هيون في المستشفى وحالته النفسية متضمرة حرفيا ساعتها رحت له هيون وحاول التهون عليه وطلبت منه ياخد بيله من صحته علشان يقدر يهتم بوالدته بعد كده طم نويلة جي ابنه وقال له إنه هيعمل المستحيل علشان يزبط برقته أما تشافى قررت إنها تبيع المتسكل بتاعها علشان تساعد هيون في علاج والدته بعد كده رح أخو جي وقبل الشاب اللي اعتدى على سون وطلب منه يستمر في مضايقتها لإنهم بكده هيعملوا فخ عن طريقه يقدروا يوقعوا هيون تحت إيديهم وبالفعل بدأ الشخص اللي اعتدى على سون يضايقها مرة تانية حسب الخطة وطبعاً سون حكت لولدها اللي حصل وده اللي عصب والدها جداً وفكر في الانتقام من الشخص ده ومن هنا بتكون اللعبة بدأت تاخد شكلها زي ما رسمها أخو جي واللي حط كاميرات في كل مكان علشان يصور هيون وهو بيعمل جريمته أما تشافى راحت تتعلم السواق مع جاي اللي فتح لها قلبه وحكى لها عن وفاة أخوه بسبب مرض القلب وقد إيه تعب نفسياً بسبب موته وبالليل بتعلن المستشفى عن وفاة والدة هيون ولأنهم ما كانوش عارفين يوصلوا لهيون توصلوا مع تشا وبلغوها بالخبر والمصيبة بقى إن أخو جي كان طالع لايف علشان يعمل فضيحة كبيرة لهيون لكن المفاجأة إن كان الشخص الملسم طلع جاي مش هيون وأحلام أخو جي كلها بقت في الأرض ودقائق وبيوصل البوليت للمكان وبياخد الكل معاه علشان يبقوا يكملوا البس في الزنزانة وهو أحلى وأشيك برضه أما هيون فكان مجغول فعز والدته وصحابه جنبه علشان يوسوه وفي مركز الشرطة كان المحققين بيحققوا مع كل واحد ظهر في البس المباشر واتهموا أخو جي إنه يعرف القتل اللي هما بيدوروا عليه وكان عايز ينصب له الفخ ده لكن فشل لكن أخو جي كان مصمم من الموضوع كان مجرد لعبة وتسلامش أكتر لكن على مين المحققة بقى كانت مركزة قوي مع أخو جي وعارف أنه عمل كل الحوار ده علشان يثبت التهم على شخص بعينه وكمان يلزق فيه باقي تهم القتل وتهمة اللي اعتدأ على الشخص اللي اعتدأ على السون بس برضه في الآخر طلع منها وفضل تحت المرأبة وتاني يوم رحت المحققة علشان تقدم واجب العزة لهيون وعند المقابر عرفه أصدقاء تشاء إن أخوها مدفون هنا ورحوا يزوروه وهناك قال لهم هيون إن فيه شخص وهم مشاكين فيه هو اللي قتل أخو تشاء وطلب منهم كلهم يكونوا إيد واحدة علشان يقدروا يوقعوا القاتل ويقدموا للعدالة وفي المدرسة قال أخو جي الجاي إنه خانوا لما انضم لهيون وبقى عدوي لي لكن من الأخضر يفتكر عمل إيه قبل ما يدخل في الغيبوبة وساعتها هيجي لحد عنده يطلب منه السماح في اللحظة دي كان جاي مشوش مش عارف يعمل إيه ولا قادر يفتكر إيه ممكن يكون عمله وذاكرته رفضة إنه يفتكره بعد كده رحت تشاء وهيون للجزيرة اللي كانت بتتقابل فيها هي وأخوها دايما وفتكرت ذكرياتها اللي ما تتنسيش معاه وبالليل راحوا تعاشوا سوا وقضوا وقت لطيف مع بعض واليوم اللي بعده في المدرسة قال أخو جي لجاي اللي اللي تتب في فقدان ذاكرته هو أخو تشاء لأنه هو اللي خلص عليه وساعتها أهله افتكروا إنه عمل في نفسه كده في نفس الوقت كانت تشاء متستخبية ورستير المصرح وبتسجل كل كلمة بيقولها أخو جي ولما سمعت إن أخوها ممكن يكون عمل كده فعلا في جاي كانت مصدومة جدا ولما سأل جاي أخو جي عن السبب اللي خلى أخو تشاء يعمل فيه كده قاله أخو جي إن ده كان سر بينهم وهو ما يعرفش عنه حاجة بعد كده قررت تشاء إنها تبعد وكلمت هيون فيديو كول وعرفته إنها مش هتدور عن قتل أخوها لأن أخوها كمان حاول يقتل جاي وده اللي خليها تقرر ترجع لحياتها وطلبت من هيون ينساها ويرجع لحياته هو كمان وإن دي آخر مرة هيتواصله فيها باللحظة دي جار هيون بسرعة ورجع على البيت علشان يلحق تشاء اللي كانت لمت كل حاجتها واختفت ومحدش قدر يوصل لمكانها بعد كده راح هيون على مقطورة الشخص اللي اعتدى على سون وكان موجود فيها أخو جي كمان وساعتها نزل فيهم هيون ضرب لما عدمهم العافية حرفية وقبل ما هيون يخلص على الشخص اللي اعتدى على سون جيه جاي على آخر لحظة وطلب من هيون إنه ما يوردش نفسه في قضية علشان بني قدم ما يستحقش وبعد كده دخل جاي لأخو جي وطلب منه يقول إيه نقطة ضعفه اللي كان بيتستغل لها أخو تشاء وده منعه إنه يبلغ البوليس بعد ما عرف إن أخو تشاء هو اللي رمى من المبنى وكان هيتسبب في موته ساعتها تعصب أخو جيه جدا وقال لجاي إنت مين علشان أقولك على سر في حياتي غيرك كان بيزليني بيه وشوية واتصلت تشاء على هيون وطلبت تقابله فرح لها هيون وجاي وهناك قالت لهم تشاء إن هي وأخوها تصوروا السنة اللي فاتت الصورة دي مع بعض وكان نفس يوم تأسيس المدرسة يعني أخو تشاء كان معيها في بوسان اليوم ده إزاي يكون هو اللي حتف جاي من المبنى في نفس اليوم برضو وساعتها تأكد جاي من كتب أخو جيه عليه وإن أخو تشاء مظلوم ومالوش أي علاقة باللي حصل ولما رجع أخو جيه على البيت وشافه والده متخرش مع الآخر حزبين فيه وطلب منه يقوله على الحقيقة علشان يقدر يساعده يا إما هيكون عجز عن مساعدته فعلا لكن أخو جيه كان مصمم إن هيون هو القاتل وإنه مالوش أي علاقة بموت أخو تشاء اللي شاك للدنيا بدأت تتحك لها وهنقول لها مبروك قريب هي وهيون وإن اللي الدنيا مش عايزة يفرحوا في عز ما كان في جو شاعري مع تشاء طب عليه شوية رجالة ضربوا وأخدوا معهم في العربية فما كانش من تشاء إلا إنها تتصل بجيه وتحكي له عن اللي حصل لإن العصابة هددتها لو اتصلت بالبوليس هيقتله هيون وطلعت العصابة تابع الشخص اللي اعتدى على السون وكان حابب يخلص طاره من هيون بعد العلقة اللي خدها منه أما جاي ففجأة رجعت له الزاكرة وافتكر إن اللي حاول يخلص عليه كان أخو جيه واللي كان المفروض برضو أعز صحاب وقتها وتاني يوم الصبح راح تتشال مركز الشرطة وقالت للمحاققين إنها شكة في أخو جيه إنه اللي قتل أخوها ووريت لهم سجل المكالمات لما رقم أخوها رن عليها من فترة علشان يقدر يتعقبوا مين اللي كان معاه الموبايل وفي عز ما كان أخو جيه بيعزب في هيون دخلوا مجموعة رجالة تابع جاي واللي وصل علشان ينتقم من صديق عمره على اللي عمله فيه وأنقذ هيون من تحت إيديهم وفي قسم البوليس قدرت المحققة إنها تعرف إن الشخص اللي قتل الولد اللي مات في المستودع واتهمه هيون بقتله كان أشوال وده عكس هيون اللي مش أشوال خالص ولما عارف هيون الكلام ده من تشا استغرب جدا وقال لها إنه لسه عارف بإن جاي أشوال مع إنه ما بيش قبل كده خالص إنه بيقدر يستخدم إيده الشمال كويس وبالليل كان موضوع جاي وإيده الشمال شغل هيون قوي وساعتها افتكرت تشا كلام جاي لما قال لها إن أخوه والتو أم مات وده أثر عليه جدا لفترة كبيرة في نفس الوقت كان جاي مع أخو جي اللي قاله بما إن الذاكرة بتاعتك بدأت ترجع هو ما شاء الله ما قدرتش تفتكر بالمرة لما رميت أخو تشا من الشباك والصبح كان هيون مع جاي بيتغدوا مع بعض ولما قام هيون علشان يغسل إيده شاف جاي وهو بياخد الموبايل بتاعه وبيدخل الحمام في اللحظة دي تأكد هيون إن جاي وراحك كبيرة قوي فخلت شا تبعد رسالة على تليفون جاي وتقولوا فيها إنهم عارفين إنه هو القاتل ساعتها راح جاي على استبل الخيل بتاعه واللي كان شايل فيه تليفون أخو تشا وفجأة ظهر هيون قدامه وطلب منه يديره التليفون لكن أخو جي كان وراه وضربوا على راسه لحد ما فقدوا عيوه وقال لجاي إن هيون وتشا كده عارفوا الحقيقة ولزم نعمل كل احتياطاتنا علشان نخرج من الأزمة دي في اللحظة دي اتعصب جاي جدا وقال لأخو جي إنه الوحيد اللي كان عارف إنه بشخصيتين ولما فق من الغيبوبة حاول إنه يزرع في دماغه ذكريات كدبة علشان يقدر يسيطر عليه فضحك أخو جي دحكة سم كده وقال لجاي إنه ما عملش أي حاجة غير إنه كان بيحاول يساعده ويرجع له ذاكرته وفي ثانية الأمور احتدت بينهم ومسكوا الاتنين في بعض بعد ما كل واحد فيهم اتهمت تاني بإنه كان السبب في موت أخو تشا وآخر الليل قدر هيون إنه يرجع على البيت وساعتها قال تشا إن جاي كان معا موبايل أخوها وده اللي صدمت تشا طبعا وتالي يوم الصبح راح تتشا مع هيون لإسم البوليس وقالوا للمحاققة إن موبايل أخو تشا كان مع جاي في الاستابل بتاعه فكان رد المحاققة عليهم إن جاي مفقود من مبارح أصلا ومعمول بلغ باختفاقه وإنهم لقوا عربيته قرب النهر اللي جانب الاستابل وطبعا الكل كان هيدرب كف على كف إزاي اختفى جاي وإيه اللي حصل بينه هو وأخو جاي بعد ما كانوا بيدربوا بعض وفضلت الشرطة تدور على أي دليل يعرفوا به إذا كان جاي اختفى ولا هيرب وتاني يوم طلبت تشا من أخو جاي إنها تقابله وهناك اعترف لها أخو جاي إنه قام بارح كان في الاستابل ودرب هيون على راسه محس بإحساس عمره ما هينساه لكن ما يعرفش حاجة عن جاي فقالت بتشا طب حلو أنا بقى هبعد التسجيل ده للمحاققة وهم هيقدروا يعرفوا منك مكان جاي غزب عنك أو بردوك بعد كده قبل هيون جي وطلب منها تحط جهاز تعقف في شنطة أخوها علشان يقدروا يعرفوا مكان جاي وبالفعل لما رجعت جي البيت حطت جهاز بتعقف في شنطة أخوها من غير ما يعرف وعن طريق صديق أخو تشا قدرت تعرف تشا مكان جاي وأخذت المسدس علشان تاخد حق أخوها ولما وصلت للمركب اللي كان فيها جاي قال لها إنه جواه شخصين واللي عملوا في أخوها وفعلا ما كانش فكره إلا من كام يوم لإن من بعد موت أخوه حالته النفسية سائت جدا وبقى يعمل تصرفات وينساها بعدين وإنه لما اتصل عليها من تليفون أخوها نسي بعدها إنه عمل كده وكأن شخص تاني بيتحكم فيه وإنه وقت اتصال جاي على تشا من تليفون أخوها كان موبايل أخو جي بيرن جنبه فعلا علشان كده افتكروا أخو جي هو اللي معاه الموبايل وكده الصورة واتحت وفجأة الشخص اللي جواه جاي سيطر عليه وهجم على تشا وفد اللي يضرب فيها بعنف كبير ولما طلبت منه تشا إنه يرجع لوعيه وإنه روح أخوه مسيطرة عليه قال لها جاي إن مشكلته إنه أخوه وراته في حاجات كتير بسبب غاباؤه وساعتها بنرجع فلاشباك وبنفتكر الولد اللي كان في المستودع وضربه هيون لإنه قتل بنت مرديتش ترتبط بيه ولما دخل ورا جاي افتكر الولد إنه هو اللي ضربه وساعتها روح أخو جاي سيطرت عليه وخرقوا بإيده الشمال ومات وده اللي بيأكد كلام المحققة لما قالت إن القاتل استخدم إيده الشمال في قاتل ولد المستودع ولما رجع جاي لوعيه انهار وسلم نفسه علشان العدالة تاخد مجرها وأكيد الحكم هيكون مخفف يعني لإن الراجل مريض وكده وليس على المريض حرج يا جماع ولما عارف أخو جاي إنه أخته اتفقت مع هيون علي وحطت جاهز تعاقب في شنطته كان هيقتلها لولا هيون جاي على آخر لحظة والاتنين مسكوا في خناق بعض لحد ما أخو جاي فقط توازنه ووقع وساعتها بعت تسون رسالة على موقع المدرسة وعرفت زميلها إن هيون هو البطل اللي كان بيدفع عن أي شخص بيتعرض للأزية ولازم كلهم يقفوا جنبه ويبعدوا عنه التهمة اللي ممكن يتعرض لها وبالفعل في التحقيقات تاني يوم كل الطلبة أجمعوا إن جاي وأخوها كانوا لوحدهم فوق سطح المدرسة وما كانش معهم أي حد تاني وحتى جاي ذات نفسها أنكرت إن هيون كان بيتخانق مع أخوها وتقفلت القضية على إن أخو جاي خلص على نفسه وأخيراً المدرسة خلصت منه ومن أزاه ورجع كل الطلاب يعيشوا حياتهم من تاني لكن هيون قرر يسيب المدرسة ويعيش حياته بعيدة عن كل أزاه ممكن يتعرض له في المستقبل وساعتها ودع كل الطلاب بحبهم تنين على اللي عملوا معاهم أما تشاه فتقابلت في مشاة البحرية وحققت حلمها اللي كانت بتحلم بيها هي وأخوها وبتنتهي قصتنا وإيد هيون وتشاه مسكين بعض وهيبدأوا حياة جديدة كل واحد فيهم اختار فيها طريقه وانكمل فيه وبيخلص مسلسلنا مقولة فقط الحب هو الشعور الوحيد الذي يمكن أن تحصده على مدى سنوات وهو في ازدياد لا ينقص منه شيء أما الكره فهو نار تأكل في نفوسنا ولا تتركنا دون أن تصدنا بلعنة كرهنا الذي أشعلناها يوما نشوفكم بقى في ملخص جديد سلام